أستاذ عدنان اليوم الوضع مختلف عن الحكومات السابقة اليوم ما كهو اصطفاف طائفي ولذلك اليوم لما نجد أن هناك كتلتين أو أكثر في الساحة الشيعية فمن الطبيعي جدا أن تكون وأن نعمل على أن تكون هناك جبهتين في الساحة السنية ويفضل أن يكون نفس الحال واليوم بدأت بوادر الأخوة واضحة اليوم الإعلان مع الجيل الجديد مع حركة امتداد هذه فتوجه جديد ومشجع على هذا التحالف الذي سيكون في المعارضة بالتالي الموضوع هو موضوع طبيعي يعني هذه هي الديمقراطية اليوم أنت إذا نرجع إحنا كنا نصير إحنا في جبهة سنية واحدة هذا مدعاة للعودة إلى الاستفافات الطائفية سنة شيعة أكراد بالعكس هذا الأمر مخدم البلد ولذلك وجود عزم كجبهة سنية ووجود تقدم هو أمر صحي والعمل بشكل منفصل أيضا حالة صحية لذلك هذا الأمر هو اللي راح ينظم الأمور حسنا إذا رحنا إلى حكومة أغلبية فبالإمكان أن نأخذ أما من تقدم أو عزم وبالمناسبة عزم يميل إلى المعارضة أكثر من الحكومة يعني جميع الكتل والأحزاب والنواب المستقلين الذين شكلوا عزم لم يطلبوا منصبا أنت تتحدث عن عزم ولم يطلبوا أي شيء هو العزم أستاذ أحمد عن عزم نعم عزم نفس الشيء الساحة هو تحالف العزم تحالف العزم هي مجموعة من الكتل والأحزاب تجمعت فيما بينها ولم تضع نصبة أعينها أنها تريد مثلا منصب أو تريد تشارك بالحكومة